وللمزيدنا المتابعة ينضم لنا الآن الحدود البولندية الأوكرانية ومفادنا عبدالله أبو هلال عبدالله أهلا بك معنا إذن ماذا في تفاصيل خطط الاتحاد الأوروبي لتدريب الجنود الأوكرانيين وهذا الإعلان الذي جاء على لسان الجانب البولندي بالفعل داليا أكد وزير الدفاع البولندي في حديثه لوسائل الإعلام البولندية اليوم بعد مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو في بروكسل بالأمس عن عزم بولندا إقامة غرفة عمليات عسكرية لتدريب أفراد من الجيش الأوكراني غرفة العمليات هذه في مرحلتها الأولى ستستوعب نحو 15 ألف جندي من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وسيتم تدريبهم على استخدام أنظمة الدفاع الجوي التي تعهدت بعض الدول الأوروبية بإرسالها لأوكرانيا لمساعدة أوكرانيا في التصدي للهجمات الصاروخية التي تقوم بتنفيذها بين الحين والآخر القوات الروسية هذه منظومات الدفاع الجوي وفقا للدول التي أكدت تقديمها لقوات الأوكرانية أنها تهدف للدفاع لمنح أوكرانيا فرصة عن الدفاع عن نفسها وإسقاط هذه الصاروخ وفقا لبعض التقارير العالمية أن هذه الغرفة العمليات التي ستقام في بولندا هنا سيشارك فيها خبراء ومدربون عسكريون من عدة دول أوروبية هدفها رفع كفاءة الجنود الأوكران تدريب الجنود الأوكران على استخدام منظومات الدفاع الجوي وأيضا التعامل مع أي خطر قد يحدث خلال الصراع من استخدام الأسلحة البيولوجية وأيضا الأسلحة الكيموية وفقا لتصريحات وزير الدفاع البولندي شكرا لك مفدنا عبدالله أبو هلالة كان معنا من الحدود البولندية الأوكرانية